لنتفق دكتور نجم على نقطة واحدة هي؟ واحدة فقط أننا يجب أن نغير هذا النظام السياسي الذي دمر العراق وأوصلنا إلى الهاوية هذه النقطة نتفق عليها أما التفاصيل دائما كما يقال الشيطان يدخل في التفاصيل هذه النقطة واحدة تحتاج إلى يعني تحمل مسؤولية شرفية من التيار الصدري وأن يبدأ التيار الصدري في ورشة عمل ساخنة وأن ينطلق بمشروع عراقي وليس صدري قح يتضافر فيه كل الجهود وكل الشخصيات وكل الكيانات السياسية الرافضة لهذا الكيان السياسي ولهذا النظام السياسي الذي أوصلنا إلى هذا الذل والهوان هذه نقطة النقطة الثانية نعم كل العراقيين بشكل عام يعني يجمعون بأن الإطار التنسيقي لا يمثل المناخ السياسي الصحيح لكي تخرج منها حكومة صحيحة نعم كلنا تابعنا ثورة تشرين والأبطال والشهداء والجرحى كانت الاحتجاجات الشعبية دائما تواجه القوى الأمنية للأسف أقول القوى الأمنية لأن تعددت المنافذ يعني سابقا القوى الأمنية نتحدث عن داخلية ودفاع وأمن وطني ومخابرات الآن لا الآن تعددت النوافذ والأسماء والعناوين دائما القوى الأمنية تتصدى للإرادة الشعبية وتتصدى للثائرين والطامحين إلى التغيير الناس يتخرج بصدور عارية وتستقبل رصاصاتهم ويموتون ويقتلون بطرق بشعة وتسجل الحوادث ضد مجهول ولا أحد يعرف هذه المرة لا تختلف هذه المرة إرادة الشعب تتقدمها كتلة مهمة وتيار عريض له تضحيات وله مواقف هو التيار الصدري ولذلك حقيقة على التيار الصدري العمل الكبير والواسع وأن يوسع دائرة القرار ويفتح النوافذ ويكون مشروعا عراقيا لا صدريا قح يعني يستوعب كل القوى الوطنية التي تقف بوجه النظام السياسي ويستوعبها ويعد خارطة طريق وحتى يعلن عن حكومة انتقالية مو عيب أن يعلن عن حكومة انتقالية خليفترض خليفترض حكومة انتقالية وأنه سيقود إرادة الشعب وسيقود كل القوى التي تريد أن تغير هذا النظام السياسي الذي يوميا يثبت للعالم أجمع بأن هذا العراق ذاهب إلى المجهول يعني ذاهب إلى الإرادة الدولية والإرادة الإقليمية شعب مبعثر ثروات مهدورة طاقة الإنسان مباحة العشائر تتقاتل بالطائرات المسيرة يعني نفط يصدر أربع ملايين وينهب أربع ملايين من حقول علاس وحمرين وغيرها وصهاريش تطلع بالحدود وقمارك سائبة ولذلك حقيقة الذين يتسارعون لتشكيل الحكومة حقيقة هذول ما عندهم هدف اشتركوا في القناة